بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه هي السورة التي سماها الله تعالى السبع المثاني وهي سورة الفاتحة دققوا معي أيها الأحبة حرف الألف تكرر 22 مرة نرى اللوحة أمامنا حرف الألف باللون الأحمر تكرر 22 مرة حرف اللام بالأزرق تكرر أيضا 22 مرة في سورة الفاتحة كاملة حرف الهاء باللون الأخضر خمس مرات فقط المجموع أن تكرار حروف الألف واللام والهاء يساوي 49 حرفا هو سبعة في سبعة هل تعلمون ما هي حروف الألف واللام والهاء؟ إنها حروف اسم الله تبارك وتعالى نستنتج أن السورة التي سماها الله تعالى بالسبع المثاني ذكر حروف اسمه فيها سبعة في سبعة مرة والسؤال ألا تشهد هذه الحقيقة على صدق منزل هذا القرآن سبحانه وتعالى؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر